فبيض الشيخ أحسن الله إليكم بالنسبة للذي لم يدرك صلاة الاستسقاء قال له قلنا أن يصلي ما فاته وهل له أن يدعو قبل السلام أو بعد السلام وهل يصلي على كل حال مثلا كبقية النوافل في البيت مثلا إذا قلنا بقضائها وأنا قلت لك لا أعلم في هذا أثرا عن رسول الله للصلاة والسلام ولكن إذا قضرها فهي صلاة نافلة لكن يقضيها على صفة ما فعلها الإمام أما الدعاء فيدعو في أثناء الصلاة لأن الإمام يدعو بعد الصلاة لأنه يوجه الناس في الخطبة فيدعو لكن هذا الرجل ليس عندهما نخطب فيه حتى نقول اخطب ووجه الناس لا ليس عنده أحد حتى لو كان عنده أحد خطبة المام كافة فضيلة الشيخ تكمل للسؤال أي سؤال سؤال السسطة المفادة والركعة الأولى هل يكملها على أنها ثانية أم يكملها على أنها أولى نعم هذه المسألة مبنيها لأحلاف مشهور هل ما يقضيه المامور أول صلاة أو آخر صلاة والصحيح أن ما يقضيه آخر صلاة لقول نبي صلى الله عليه وعليه وسلم وما فاتك فأتمه ويغرى الخلاف فيما لو أدرك الإنسان في صلاة الظهر أبكعتين الأخرين وقام يقضي فهل يقرأ مع الفاتحة شيئا إن قلنا إن ما يقضيه أول صلاة قرأ بعد الفاتحة ما فيسر من القرآن وإذا قلنا إنه آخر صلاة لم يقرأ والصحيح أنه آخر صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتم ولأن الإنسان إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإنه يتشهد التشهد الأول بعد الركعة الأولى التي يقضيها أليس كذلك ولو كان آخر صلاة ولو كان أول صلاة لم يتشهد لقول نصلي ركعتين الركعتين التي تقضيهما بدون تشهد إلا الأخير وبناء على ذلك إذا أدرك الركعة الثانية في صلاة الإسراء والعيد ثم قام يقضي فإنه لا يكبر في الثانية التي يقضيها إلا خمس مرات فقط لا 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 يجبر الكسر